جبهة الخلاص الوطني لماذا ربما اليوم حركة النهضة خيرت بش إنها ما تكونش هي في الواجهة وتقود هي ربما خلينا نقول مسار معارضة هذا النظام القائل شوفي ما اللي قاعد صير الآن في البلاد من تاريخ الانكلاب في 25 جوليه إلى الآن هو شأن يهم كل التونسيين وتونسيات واللي قاعدين شوفوا فيه الآن من كل التفكيك لمؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية ومن الخروج عن الدستور والانقلاب عليه كل ما قاعدين اللاحظوا فيه هو شأن لا يعني فقط حركة النهضة ومعني كل التوازن ومقاومته والعودة لاستئناف المصار الدستوري والمصار الديمقراطي هذا شأن يعني كل تونسيين وتونسيات ولذلك أما هذا هي جزء من المكونات الوطنية عبرت على موقفها منذ اللحظة الأولى كان موقفها واضح ومبدئي من 25 جوليه على السلسان ونقلاب على الدستور ومن 25 جوليه إلى الآن فما ناس اتخذت مواقف مبدئية وفما ناس أيضا ربما راهنات على 25 جوليه ولكنها تبين لها بالإجراءات متاع الأمر 117 و25 جوليه مشروع ما عنده حتى علاقة بالإسلاح وما عنده حتى علاقة بمشكلات التونسة وما عنده حتى علاقة حتى بتصحيح الوضعية اللي كانت قبل 25 جوليه يعني نقولها بصراحة ما قبل 25 جوليه ما كانش معناها جنة كانت وما صعوبات كانت وما مشاكل حقيقية لكن هل جاء 25 جوليه وانقلاب 25 جوليه باش يصحح وباش يعالج وباش يهتم بقضايا التونسة بالتأكيد الإجابة لا متماسكون بأنه 25 جوليه كان انقلاب طبعا بكل ما تعنيه الكلمة من المعنى هو انقلاب صارخ على الدستور مادة 80 تعامل عها رئيس قيس بطريقة ما عنده حتى علاقة بمضمون تلك المادة ثم ما يجيه الأمر 117 ليكرس ما يسمى بالمنحة الفردي لتجميع كل السلطات لدى قيس سعيد سلطات تنفيذية تشريعية قضائية تدمير لكل المؤسسات عدم إيمان حتى بالحياة السياسية على علاتها ما عندوش إيمان بالأحزاب اللي هي تبقى حبينا ولا كرهنا عنوان التمشي الديموقراطي لأي دولة بطبيعة الحال هذا انقلاب ما النجم ونصفوه كان بذلك ومهمة إسقاطه ومهمة استئناف المصارى الديموقراطي والحياة الدستورية وبالخاص معالجة المشاكل المتاعتوانسة ما تنجم تكون كان مهمة في إطار وطني ولذلك تم الاندراج بالنظر درجة فيه المشروع اللي أطلقوا الأستاذ نجيب الشابي اللي أطلق مشروع عمتا جبهة للخلاص الوطني نحن جزء من هذه الجبهة ونعتبر اللي كل المكونات سواني في داخل جبهة الخلاص الوطني واللي خارج الخلاص الوطني واللي هما معرضين الانقلاب يلتقيوا موضوعيا من أجل إسقاط هذا الانقلاب والعودة بالبلاد للحياة الدستورية يلتقيوا وكي نقولوا العودة ما نتحطوش على 24 تحطو على إيمان بالخيار الدستوري إيمان بمعالجة المشاكل البلاد في إطار المسألة الدستورية سنعود ربما على الخارطة كيفاش تشوفوهم طريق لإعادة البلاد على السكة صحيحة ربما ولكن قلت فهم نقاط التقاء سواء بين الناس اللي موجودين ومنخرطين في شبهة الخلاص الوطني مبادرة سيدة حمد نجيب الشابي أو ربما من هم يعارضوا في مسار 25 جوليا لكن مهمش داخل الجبهة يلتقي هؤلاء ربما بأنه مسار 25 جوليا دمر مؤسسة الدولة حل البرلمان حل مسألة القضاء حل يزيح حل الحل ولكن فهم نقاط اختلاف من بينها يقولك اليوم كيف لمن ساهم باش أنه الرئيس ياخذ 25 جوليا اليوم يقول أنا باش نرجع البلاد على السكة الصحية قولك موش صحيح بأنه اليوم هالأطراف هذه قادرة على إعادة البلاد الديمقراطية قولك حلقة النهضة المكون الرئيسي في العشرة السنين أو ما يسميوها بالعشرية السودي كيفش اليوم تحبيت رجعنا بالديمقراطية؟ هو ساعة فامة مكون من المكونات متاع الساحة السياسية اليوم ما هوش موجود في العشرية القديمة خلينا نسألوا السؤال هذي الدستوري الحر مشارك لا معنا بعض دستوري الحر دستوري الحر موجود فيما فيما هو ربما إذا كان يعاب على العشرية ما نعيبه على ما قبل العشرية شعلين في هذي؟ كل المكونات اللي موجودة وحتى بعض الشخصيات اللي خرجت بعد 25 جولة وتتحدث وتقول ما قبل 25 جولة كانت مشاركة وأنا نعطيك بعض الشخصيات كما البريكي كما شخصيات معناها معروفة تتحدث على العشرية سابقة وهي منخرطة فيه وكانت موجودة فيها وكانت عندها مواقع في هذه العشرية شعلين في المواقف ذات الطبيعة الإيديولوجية اللي عندها مشكلة مع حركة النهضة وتحب تحمل كل ما هو ما سوى في العشرة سنوات ما بعد ثورة إلى حركة النهضة فقط نحن نتحمل مسؤوليتنا ككل الأطراف وخلينا نقول لك أكثر من هذه رئيس الجمهورية قديش عنده من 2019 الآن يستغرق سنة ثالثة رئيس الجمهورية اليوم عنده تلافة سنوات رئيس الجمهورية قيس سعيد فيما يسمى في مسمى العشرية هذه كذا سنوات شو مالبيلونت قيس سعيد المنجز لتدمير ببناء الدستوري والقانوني اللي جات بيه هذه العشرية واللي هو مفخرة للتوانسة دستورة 2014 مفخرة للتوانسة مؤسسة هيئة مكافحة الفتساد مفخرة للتوانسة هيئة مراقبة دستورية القوانين مفخرة للتوانسة الهيئة العلية المستقلة للانتخابات اللي تم التشكيك فيها وهي من اتت برئيس الجمهورية اليوم وقت تتشكك في هيئة مستقلة كما هيئة ليزي رئيس الجمهورية نفسه بخمسين دينار كما قالوا بقاوة كابوسان استطاع بشي نفس رؤسة حكومات وبشي نفس معناها شخصيات موجودة في الحكم ثم بعد تعالى اللي يقول له الهيئة العلية المستقلة للانتخابات مهاش مستقلة شنون انت بدك تشكك توافي نتائج الانتخابات الرئاسية قلت زعمة بخمسين دينار جد التعليم بخمسين دينار وفيش شكك كما نحب نقول اللي الهيئة هذه اللي جابت رئيس نفس رؤسة حكومات واستطاعت الرئيس يفوز في هذه الانتخابات ليه ممكن أن نتعلل بأنه الهيئة هذه ليست مستقلة ولا ما خدمتش في القوات العمل الشفاف اللي يتمارسوا الهيئة المستقلة نعاود نقول شو البيلو اعطيني اعطيني حاجة منجز لرئيس الجمهورية منذ 2019 واعطيني منجز ايضا للتوانسة من خمس وعشرين جميلة الى الان وعام عشر شهر وطيل من نتسكره العام نحنا مش كنا قبل ايمان مش كنا قبل فما حكومات نبدو قولوا الهايئة اليوم اعطيني اعطيني المرجز متاعك نخلصوا في حمد ربي نخلصوا فش هلنو موفرين لكم الكوسكس والمقرر لا عدوة خمس وعشرين جويلة جاء بشيقور وبشيفتح الباب لكل ما هو إصلاح وجاء بشيفتح الباب بشيقور العشرية الفارطة ما فاها حتى شيء إيجابي وهو وهو صحيح وهو بشي نكافح الفساد وهو بشي نكافح الاحتكار وهو بشي نحسن في المقدرة الشي رأيه بتاعتوازن وهذه يا شوف ايمان فقط هذه يا رأي تسيير تسيير عادي لقليات الدولة ما نحكيوش على المنجزات اللي تطلب بفعلا مفخرة بشيقول لرئيس الدولة هاني جبت مشروع ولا هاني جبت اسلح اتصادي ولا اجتماعي نحنا نعيش خارج نحنا نعيش خارج خيارات اقتصادية واجتماعية ومالية ضرورية للدولة منذ 25 جويلة الى الان حتى تعتبر انقلاب ولكن حتى كان انقلاب فشي لا بعد 10 شهر لانه لا يمتلك رؤية ولا يمتلك مشروع والمشروع الوحيد اللي جابيه 25 جويلة هو تجميع كل السلطات ما زال قيس سعيد يعتقد انه بتجميعه للسلطات قادر يما بيش يستمر في الحكم في اطار استمرار فردي ولتكريس لحكم تسلطي يجمع فيه كل السلطات ونحن نعرف ان كل تجميع للسلطات هو مفسدة في عينه وما فماش حاكم في تونس جمع كل السلطات بما فعله قيس سعيد منذ 25 جويلة الى الان هذا الرجل لا يملك مشروع ما عندوش مشروع لتونس ولذلك كل الخراجات امتعه في وسائل اعلامين توفرت فرصة للخروج في وسائل اعلام على كله ما يتعطاش بهذه الطريقة ولكن كل الخروجات امتعه كانت في غير علاقة بمشاكل التوانسة الحقيقية اليوم التوانسة شو مشكلتهم مع المؤسسات الدستورية متاع البلاد عندهم مشكلة جزء متوانسة اللي خرجوا البارح في شرل الحبيب بورجيبة البارح اللي 8 يميه عندهم مشكلة مع المنظمة القديمة تبين البارح ان الحديث عن مسمى المشروعية اللي بنى به رئيس الجمهورية مشروعه متاع 25 جوليا لا اساس له من الصحة ولا يمتلك رئيس الجمهورية القاعدة الجماهيرية التي يتحدث عنها لبناء مشروعية على حساب الشرعية الدستورية وعلى حساب الشرعية شوف نتائج سبر الاراء الى حد الان لا يمكن الاعتماد عليها خليني نقول لك نحن الموضوع ذلك ما زال ما قوعش تنظيمه وما زالنا الى حد الان نتائج سبر الاراء ما نشعرفين كيفاش تتموا بنا طريقة وتتحملون مسؤولية في ذلك نعم نتحمل مسؤولية لانه موقعش تنظيم هذه المسألة في طرق قانوني شفاف اللي يضمن انه هذه النتائج متاع سبر الاراء نتائج موضوعية ولكن هاي معطيات اخرى اكثر من سبر الاراء هو اطلق ما يسمى بالاستشارة الالكترونية الاستشارة الالكترونية رغم كل المؤاخذات اللي عليها لانه هو كان فيها كيفاش يقوله الخصم والحكم في نفس الوقت هذه الاستشارة الالكترونية ما جمعتش اكثر من 500 الف وخليني يقولك وخليني يقولك اخي فهمة 500 الف يمكن باش يقرروا في 12 مليون تونسي هم باش يقرروا اي 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 باش يقول باز متاح الـ 500 الف اللي تم فيها تسخير كل ادوات الدولة كل ادوات الدولة تم تسخيرها من اجل تشريك للتوانسة في هذه الاستشارة المسقطة اللي ما فيهاش شفافية واللي ما هاش محتكمة بمرجعية قانونية تنظم العملية متاحها شاركوا فيها 500 الف وخليني يقولك رؤوا 500 الف في وسطهم 100 الف فقط اللي يجاوبوا على على الاسل معناها الـ 500 هذوم اللي يدخلوا انا نقولك فما تدخيل لمعطيات بيانية ما عندها حتى علاقة بالاجابات على الاسل هات بركة مزهورة هات القيد نقيد لك اسمك ونقيد لك بطاقة التعريف دون ان يشارك في المضمون متاع مسمى الاستشارة الالكترونية هذا فشل لهذه الاستشارة وهذا دليل عزوف التوانسة على هذا المشروع ثم تأتي هذه الخراجات والدعوات والتحريف اللي كان للنزول للشارع ولتبيان انا رئيس عنده شارع في تونس تبين البارحة ان هذا الشارع يوعد بالعشرات وخلينا في احسن احوالهم قولوا بالمئات وما عندهم الحق في التظاهر وعندهم الحق في الخروج لكن مش من حقهم باش يقولوا وباش يتكلموا باسم الشعب التونسي والالية الوحيدة اللي ممكن يحسن فيها الحديث باسم الشعب هي الالية المعتمدة اللي هي الالية الانتخاب والية الاقتراع والية الحكم على المشاريع اللي تتقدم بها سواء الشخصيات ولا الاحزاب ولا المكونات السياسية المحطات هذية قال رئيس الجمهورية بانكم خايفين منها خفتوا من الاستشارة وخايفين من الاستفتاء وخايفين من انتخابات 17 ديسامب وإلا انخرطوا وقال لكم عمد لكم خارطة الطريق تفضلوا تحبوا صندوق يحسب تفضلوا عندكم استفتاء وعندكم وانتخابات اول حاجة مثلا ما اشخاف لا من الاستفتاء ولا من محطة انتخابية ولكن المخاوف الحقيقية في انه الخارطة بتع طريق هذه خارطة مفروضة على التوانسة رئيس الجمهورية ما شركش فيها المجتمع المدني ما شركش فيها الاحزاب ما شركش فيها المنظمات الاجتماعية ما اطلقش حوار بين مكونات الساحة السياسية كما يقتضيه واجبوا الدستوري رئيس الجمهورية وموحد للتوانسة والاصل فيه في الازمات الاصل فيه وقت لتولي فما نوع من الكليفاش في داخل المجتمع نوع من الانقسام في داخل المجتمع رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور من 2014 وهو القى به وراء ظهره يجمع التوانسة ويجلسهم ويتحدث معهم ويبني معهم خارطة على طريق مجمع لكل مكونات السياسية ما شكون تشاور رئيس الجمهورية سيتشاور رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية رئيس قيس سيتشاور مع من قال نعم لـ 25 جول سيتشاور مع من يقبل أن الحوار الوطني يكون الانتلاق قمطيع المنترق قمطيع الاستشارة الإلكترونية وسيتشاور مع من يقبل وأن حضوره يكون شرفي واستشاري تشاور والحوار لا يمكن أن يكون مع المتفاهمين مع الرئيس لا يمكن يتحاور مع نفسه الحوار الحقيقي والتشاور الحقيقي هو مع المختلفين معك الناس اللي مختلفين معك الناس المختلفين مع الرؤية متاعك الناس المختلفين مع التمشي الانقلابي اللي اعتمدوا الرئيس قيس منذ 25 جويلية هذو ما الاصل لانك تتحاوروا معهم وهذو ما الاصل لانك تجمحهم وتقعدوا معهم وتشوف لانه هو رئيس لكل تونسين ومش رئيس فئة هو هو رئيس قبيلة هو هو رئيس لكل التوانسة اللي انتخبوه واللي ما انتخبوهش واللي كانوا معاها في 25 جويلية وهم قلة واللي مش معاها وهم كثرة هذا الحوار ما ينجمش يكون حوار مع النفس مونولوج هذا اللي يتحاور مع نفسه معناه يعمل في مونولوج تقبلوا تتحاوروا مع انقلابي كما وصفتموه شوف نحن الوقت يرجع للدستور المتع 2014 وينهي الإجراءات الاستفائية اللي هي بالدستور المتع 2014 هي إجراءات محدودة بالزمان المتاح يعني أنتم بيدكم بعدكم شرط للمشاركة في الحوار طبعا ما ينجم يكون فما حوار إلا بالعودة عن هذه الإجراءات الاستفائية يرجع الإجراءات الاستفائية وينهي العمل بها ويرجع للحالة العادية ثم يطلق حوار وفما آنذاك الإمكانية للوصول والبلاد قادرة بشتوصل إلى إنهاء معنى خلافاتها وإنهاء معنى حالة الانقسام الخطيرة اللي تعيشها تونس وإلا ماذا لو تمسك رئيس الجمهورة سيتمسك الذين اعتبروا أن ما وقع يوم 25 جميلية وما بعد الذين التحقوا بهم بعد 22 سبتمبر سيتمسك هؤلاء بالنظال السلمي المدني من أجل إسقاط هذا الانقلاب والعودة للديمقراطية والعودة للنظام السياسي الديمقراطي نطفي العميري مرحبا بيك سعيمات أهلا وسهلا سعيمات بوه هنا مصدقك في حكاية أنه صارت معناها تجاوزات كبيرة في الاستشارة رغم أنه الرقم معناها ماهوش كبير برشا مصدقك لأنه نعرف اللي حركت النهضة عندها باع وذراع في المسائل هذي وبالتالي معناها ما يخفاش عليها عندها تراث كامل في التلاعب بالأرقام وبالنتائج لكن خلينا نقولوا أنه حركة النهضة تتحمل الجزء كبير ياسر مسؤولية تال 10 سنين أكثر من هك هي أيضا من لعبة دور كبير في الأتيان بقيس هيد إلى قصر كرتاش وبالتالي مسؤوليتكم في العشرية السابقة وحتى في العشرية اللاحقة عندي هنا زوز أسهلة تراوش أنه اليوم رئيس الدولة منذ مدة وعنة على تنظيم الحوار شرط استثناء من كانوا سببا في الفساد لكن كانوا خاصة استقوى بالخارج ثم تسرعتوا منذ 26 جوليه التجأتوا إلى الخارج وكان ممكن تكون عندكم استراتيجية مختلفة كما كل الأحزاب الموجودة في تونس لكنكم خيرتوا أنكم تستعينوا بالخارج وعطيتوا ورقة في يد رئيس الدولة اللي تلقى مقبولية عند التونس وقت يطلع رئيس الدولة وكل حوار هذا سيستثني من استقوى بالخارج بتبعت الحال تولي الشرط هذا مقبول عندها عامة الناس ومقبول خاصة عند جزء كبير من الطيف السياسي اللي هو متحمس الـ 25 جوليه السؤال الثاني كنتوا تنجموا زاد انتوما في إطار معناها حرسكم على المصلحة الوطنية أنكم بقدر ما تعترفوا بالتجاوزات الكبيرة اللي قمتوا بها في العشر سنين في حق البلاد والعباد أنكم أولا تعلنوا على مراجعات هذا ما شفناهاش مش لأنه مصار 25 جوليه دونك هذا يعفيكم من المراجعات واللي تنجم تكون مقترنا حتى باعتذار الشعب هذا ما يستحقش اعتذار جراء ما لحقه ببلاد على عشر سنين شبيكم انتوما طلبتوا اعتذار الدولة التونسية علي لحقكم في عهد بن علي وطلبتوا تعويضات وطلبتوا عفو تشريع عهد وطلبتوا وطلبتوا وخذيتوا إيه انتوما اللي ارتكبتوا في العجلسين هذوما ما يستحقش اعتذار من الشعب التونسي ومراجعات معناها ديدت نجم تسهل حتى في انفراج الوضع السياسي الحالي ثم ثم إذا بلحق قلبكم على البلاد مدام اليوم البلاد تعيش في صراع استقطابي واضح بين قيس سعيد وراجد الغنوشي مش قيس بس راجد الغنوشي يترك الساحة السياسية حتى مقبولية دفاعكم على الديمقراطية لا تستقيم ونحن نراه رئيس هزب عنده 40 سنة رئيس هزب تلوموا على قيس سعيد شد البلاد عنده 19 قيس راجد الغنوشي عنده 40 سنة وهو رئيس رئيس لحركة ورافض المسار الديمقراطي داخل الحركة واستقالات داخل الحركة احتجاجا على غياب الديمقراطية كيفاش بيش تبيعوا للتوانسة وللخارج أنكم اليوم تدافعوا على الديمقراطية وانتم داخل هزبكم عندكم أزمة كبيرة منتع الديمقراطية شوف أنا لطفي خليني نقول لك ثم حاجة سعى لدى بعض النخب لدى بعض النخب ولعلك منهم صديقي لطفي معنا بكل تواضع وكل راو اليوم معناها خطر حقيقي يتهدد البلاد اللي هو الانقلاب ومشروع الانقلاب واللي يهدد الديمقراطية في العمق واللي لا يمتلك مشروع والإعلانات متاع وإعلانات لا تقبل بها لن نخبة ولا حتى الجماهير المفروض الآن في المحطة هذية يتجه كل جهدنا لمقاومة هذا الانقلاب واللقوف ضد هذا الانقلاب وللنصرة المكاسب متاع البلاد في العشرية بقطع نظرة على خلافك مع المكونات الرئيسية متاح المفروض يكون هذي لكن ما نلاحظه أنه نخليه في التام هذا والموضوع هذي ونمشيه دائما للموضوع اللي فيه ربما خصومات إديولوجية واللي فيه خصومات سياسية المتعلق بحركة النظر ونرى ما نختلفش معاك وقلي أنت عندك إرادة في أنه النهضة تتحمل مسئولية ولا كذا من حق لنخب على كيان سياسي ربما لعب دور في العشرية هذي ثنين التقييم منتاع العشرية هذي نفسه خليه يكون تقييم موضوع عليته علشه نحمله فقط ونحن ونتحمل مسئولية نهضة تحمل مسئولية وجزء من هذه المسئولية بقدر مشاركة متاعها وبيقدر حضورها في العشرية هذي لكن ما نراوش هالنقد هذي موجه لأطراف لعب الدور أكبر ودور في حجم ربما الوجود متاع حركة الله أخي فم حكومات سمحني النهضة في العشرية هذي قدش عندها من حكومة كم تحملت من مسئولية رئيسية في الحكومات مباشرة أخي ما فماش حكومات دامت ثلاثة سنوات دعمتوا عندهم سنعة بخلاف دعم بخلاف دعم بخلاف دعم ما مكونات سياسية موجودة ولا ما مكونات سياسية لم نرى نقدا هاو جدية فيه لم نرى نقدا يتجه لكل المكونات متاع الساحة السياسية بنفس الحدية وبنفس ربما الشجاعة بدرجات 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 خط رحنا قل خط رحنا قل على قل حكومة يوسف الشهد واحبيب الصيد ماو هكا مي في علامة مثل هذي موجودة حكومات وش اسمه مهدي جامعة وقبلها مهدي جامعة وقبلها شفتهم هذوم نحكو عليهم يا سيدي اليوم قال لك احنا ما نشطل بي مش نرجع لحكم انتوما مشكلتكم ما تحبوا ترجعوا لحكم ماذاك عليش يلزم انتوما تتسلط عليكم كل الأفضل والانتقاد جايد 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 اشي الفاصل الشهيري سيعمد لخميدي ورغعين معركة اليوم كل شي بنيدينا كل شي نجموه جاونا نصنعوه واللي فرحنا مع بعضنا نعيشو مع الزوفر فلاي بوكس كاتجيم تا أورانج تمتع في الدار انتو عيلتك بدي فورفة يوصلو حتى 30 جيجا انترنت في الشهر على أقوى ريزو انترنت الي كل يوم يزيد يتوسع في تونس الكل مع أورانج كل شي نجموه معاك في اللي تحبوه أورانج ميديماد ميديماد الاخبار صحيح والكلمة حرة أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع حيوانا متواصل مع عظيفنا اليوم نتقرس باسم حركة النهضة الاستاذ عيمد الخمير تفاضل سي عيمد قبل الفاصل معنا شي نقول في الموضوع هذية بذات النهضة المستعدة لتقديم التنازلات لصالح البلاد ومش أول مرة تقدم تنازلات روق ليقعدوا توانسوا مع بعضهم بينما في ذلك مكون أصيل ما تنجمش تنكروا اللي هو عنده الدور متاعه وعنده الحضور متاعه المتمثل في حركة النهضة وقلي نقعده على طاولة واحدة النهضة مستعدة لتقديم التنازلات لصالح البلاد والنهضة مستعدة أيضا لتقديم تقييمها ولتقديم مراجعاتها ولكن مش في إطار هذه الحرب التي تستهدفها دون غيرها بما فيها استقاظ غنوش كل شي وارد في علاقة بمصلحة البلاد والغنوش نفسه هو من عبر عن ذلك قال لنا مستعدة باش نقدم تنازل إذا كان فيما مصلحة البلاد فيما يتعلق بشخصه ولا بالدور متاعه هو مستعد لذلك والنهضة المطلوب الآن المطلوب الآن أنه إذا كان باش نكونوا نقيموا ولا نعملوا تقييم خلي يكون تقييم موضوعي وتقييم هذا وما تكونش فيه استهدافات إيديولوجية للنهضة ولا لغيرها وانا ما تكون على قدم المساواة للناس باش نشوفوا شكونا اللي أخطأ وشكونا اللي أخطأ وشكونا اللي أخطأ وشكونا اللي أخطأ حجب حجم الأخطأ هذي في النقطة اللي هو تورو سيني زوزة ثلاثية حالي كمان داخل السياسي بالأوديولوجي راوالا غالب أذيك البلاد أحنا فيه معناها شبكات معطيات مختلطة ومعقد لكن السيد راشد غنوشي اليوم إذا هو معناها ما عودناش على الإفاة بالكلمان نتفكر وقت اللي فيتو المجلس تأسيسي وقلتو على عام وقال هو هذا تعهد أخلاقي مني بشبكة عام من بعد أخلى بيتعهده وبقى ثلاثة سنين شنو اللي يضمنني اليوم هنا أنه من بعد ما يتحل الحوار الراجل الغنوشي يخلف وعده مرة أخرى لا أنا لكل هذا يحكم على النواية لطفي ولكن أنا في بالي إذا كان ناس تجلس على طولة طولة حوار فما إمكانية بشوصة وخليني يقول لك العشرية نالت معناها إعجاب ونالت فيقة العالم بأسره وتونس معناها من بين الجواز الكبيرة اللي نالتها هي جهزة نوبل السلامة بجهزة رميل لا تعطى هكا معناها في العشرية اخذتها تونس بفضل النخبة متاحها وبفضل قدرة تاني النخبة على الحوار وتفاوض وتجاوز الأزمة نجيوا للموضوع المتعلق بالاستقواء اللي يسألوا نطفي موضوع بالاستقواء بالأجنب اللي دايوغي نجم يكون هو النقطة اللي بيش يقصيكم من خلالها رئيسة الجمهورية من هذا الحوار اللي عنده نية في الإقصاء سيتعلل بكل العلال الباطلة واللي فيها حق ولي ما فيهاش حق بيش يقصي خصومه وراء إقصاء الخصوم السياسيين ما يحلش المشكل فليتعيذوا فليتعيذوا من ماضي فليتعيذوا من تاريخ تونس ما فماش مرحلة تم فيها إقصاء قوة سياسية أصيلة وموجودة في المجتمع وقدرة البلاد تقدم نجم ما نجمش نقدم ولذلك عملت ما تمش هذا ما تمش هذا المناخات 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 لا خلينا المناخات سمحني نتفعله معك شوي شوف في سنة تلفين وحداش تم إقصاء الحزب اللي عنده أكثر من ثمانين سنة موجود تم إقصاءه ومشيه وحتى المجرد عضوية في شعبة اللي كانوا أكثر من سبع الاف شعبة تم إقصاءهم وشفنا توا عليش فم عودة وحنين إلى ما قبل الفين وحداش لأن الناس جربت فترة معينة عشر سنوات القاوة عشر سنوات من التدمير أنت تحددت سي عماد على تفكيك الدولة من طرف السيد الرئيس الجمهورية هذي لا يقل خطورة على تفكيك الدولة من الداخل هو قاعد يهمم ولكن تم تفكيك الدولة من الداخل النهضة نلقاوها متواجدة في جميع مفاصل الدولة نلقاوها موجودة يعني من أقل إدارة في نقطة معينة يتلقاها إلى أعلى مؤسسة من مؤسسة الدولة اثنين أنه أنت تقول وأنه أعطيني منجز واحد لرئيس الجمهورية في الفترة هذه أنه نقول لك رئيس الجمهورية وقليجيان هار خمسة وعشرين من جويلية الناس فرحت لأن المستهدف شنية وكان البرلمان والبرلمان شكنت سيطر علي سيطر علي حركة النهضة وشكنت سيطر عليها أكثر والسيطرة رئيس حركة النهضة الناس خرجت وكانت طالبة بإلغاء البرلمان بين الضفرين مرة واحدة هو جمدهم بعد حلوا مرة واحدة اثنين أنه وقت اللي جاء خمسة وعشرين جويلة لقى فمّة خمسة وعشرين ألف قتيل موجودين الناس تمشي على القريطة حشاكم بش توصل لقدام السميطار وتموت قدام المستشفى طوشفنا وانا بعد بش تقولوا وانتم ما السردين بتاعكم لا هو كان مخبي التلقيح خباه عنده في القسر لا هذا خطاب طوحنا منذ حين في الساعة الأولى كنا ننتقدوا في السيدة رئيس الحكومة اللي قالت يا حمد وربي اللي شارت توصل للكم وخلصنا الديول هنا سيدة رجل غنوشي قال ذات أمرة يا حمد وربي تحلوا السبالة تلقوا الماء وتنزلوا على الفلسطة تلقوا الضو هذا يقال السيدة رجل غنوشي اللي كان ماسك بجميع دولي بالدولة لهنا نرجو ونقوله انه رأوا اذا كان في سنة تلفين وحداش وقلت انت يعني هذيك الظرفية معينة وكذا حتى تأوى الناس اللي كانت عندها مساهمة بشكل أو بآخر فالشي اللي صار خلال للعشر سنوات عليها أن تتواضع احنا شفنا حتى تصريح للسيد اللامين العام الاتحاد العام تمزي للشغل يقولوا ماذا بينا تواضعوا شوية انتم تنديوا بالانقلاب والتحثوا على انقلاب وتحبوا تتفاوضوا مع الرجل اللي تعتبروه هو مقالب هذا زاد غير مقبول هذا غير مقبول اذا كان فيما تواضع وشفنا احنا النهضة وخاصة السيدة رجل غنوشي في الشهرين ونثلاثة الولا خبت روسها بعد القاتل وكلام تاهملك العادة ترجع لهم والقاتل جابت شخصية اللي عندها احبابنا مكارهنا السيد نجيب الشابي عنده مازال عنده شوية مصداقية ولكن انا رأي المتواضع بدأ يفقدها لانو انتم بديتوا تستعملوا فيه وشفنا احنا شكونا ما نحاوله منحاوله تقريبا نفس الحزان اللي كان حول السيدة رجل غنوشي داخل البرلمان اذا كان ما فهماش تواضع اذا كان ما فهماش نقض ذاتي وتقول لي انت اذا كان يراوى ان من مصلحة تونس من منظور السيدة رجل غنوشي مصلحة تونس قد يتعارض معه مصلحة التوانسة مصلحة تونسة هو عديد الاسوات حتى من داخل حركة متاكم يقولوا السيدة رجل غنوش كفاء لو انسحب هو ربما كل ورقة هذيك اللي كان يستعملها السيدة رئيس الجمهورية نجم تسحبوها من تحته وتنجم تكونوا وقتها ربما في موقف اكتر قوات معناها فم العديد من الاسلاء والعديد من الاستفسارات باش نرجع فقط ولكن فيها ما يردوا عليهم معناها بتبع التحال هو قاعد يتفعله كثير ما يرد عليهم نرجع عن نقطة الاستقواب الاجنبي شوف لطفي اليوم في العالم في العالم هذه العلاقات بين الدول معادشك العلاقات اللي معناها التقليدية اللي كانت ربما ما قبل الستينات والسبعينات من القرن الماضي والتداخل في العلاقات بين الدول مسألة على غاية من الأهمية والاقتصادي تحديدا محدد في مسألة السيادة ولذلك اليوم نحن نبه لمخاطر الانقسام نبه لمخاطر الخطاب هذا اللي فيه كراهية واللي فيه تقسيم واللي فيه تشنج واللي فيه توتر واللي يصدر بالأساس على رأس الدولة اليوم وقلي نبه نقوله أن التوانسا يلزم يكون فيما بحوار حقيقي فيما بينهم والنبه نقوله يلزم فيما وحدة وطنية سدوا كل المنافذ معناها للتدخل الأجنبي لأن التدخل الأجنبي وقتش يلقى الأرضية المناسبة وقلي يلقى فما ضعف وقلي يلقى فما خلافات بين التوانسا وقلي يلقى صراعات بين التوانسا وقلي يلقى فما أزمة اتصادية واجتماعية ومالية أهل البلد ما همش متلفتينها ويعالجوا في قضايا أخرى ولذلك أنا نقول لك اللي يتحدث اليوم على الاستقوي بالأجنبي لعلنا نحن أيضا نقول أنه هو أيضا يستقوي بالأجنبي بطبيعة الحال إذا كان أنت اليوم أطراف أجنبية جيل تونس في إطار المشكل السياسي الموجود هو ينبه عليها باش ما تستقبلش المعارضة ولكن في نفس الوقت هو يستقبلها ويتحدث معها ويحاورها في قضايا البلاد وينبه لذلك المرة روفم خطاب رسمي يحذر من مواطنيه يجي المواطنين معناها ناس معارضيه يحذر منهم يحذر منهم شكون مش أهل البلد وينحذر منهم الأطراف الأجنبي ولذلك الموضوع هذي متع الاستقوال بالأجنبي ردوا بيننا منه وكل ما يكون فما توجه للوحدة الوطنية للحوار لحل مشاكل التوانسة بأيديهم رو هذي يجنبنا أي تدخلات أجنبي واليوم أنا يقول لك أنا اليوم في الوضع متاع البلاد رو في غاية الخطورة اليوم بتمعنى الحال اليوم أخلي تشوف الموازنات المالية متاع الدولة واللي ما قاعدين قاعدين نشوفوا في مكاشفة حقيقية للتوانسة ما فهمش شفافية في كشف المعطيات اللي تتعلق بالعجز متاع ميزانية الدولة فيها 21 وينظاف له 22 في عدم قدرتنا ربما مستقبلا في غياب التفاوض الجدي مع المؤسسات المالية المانحة باش نلقوا مخاطر حقيقية تهدد الدولة بالإفليس اليوم هذا نخليه نقعد ونعاجه في قضايا أخرى ونقعد وماشيين في خطاب معناها فيه كراهية وفي خطاب معناها فيه تشنج مع طبقة سياسية حب من حب قيس سعيد هؤلاء هم المعارضون متاع ورامتوانسة مجمون جاين من أرف أخرى هم تونسيون ومح عندهم نفس الحقوق اللي عند قيس سعيد ولي عند مناصر قيس سعيد ولكن في الظرف هذية وقت لي شخص واحد يبدأ ماسك بكل مقاليد الحكم وقت لي يبدأ شخص ربما معه حتى القوات الصلبة فهو الذي يحدد قواعد اللعبة يعني يوم إذا ما تمسك رئيس الجمهورية مثلا بإقصاء حركة النهضة أو يقوله فهم مشروع قاعد يحضر فيما يتعلق حتى بالقانون الانتخابي يجلب إقصائي منه مثلا يقولك هو بشيرقى لك ختاغ اللي بيمجبهم يقصي خصومه السياسيين اللي تعامل مع الأجنبي اللي يخذيه من خبرنا الخارج اللي عمال اللوبيين اللي عنده شبهات فساد اللي اللي لإقصاء خصوم إذا ما تمسك بهذا ربما ليس من حق الرئيس أنه يغير في قواعد اللعبة رئيس الجمهورية جاء وأقسم على قانون الدستور 2014 وعليه أن يتمسك بهذا الدستور وأن تكون هذا هو فهو الذي خرج عن قواعد اللعبة وهذه الخلاف بينه وبين قيس اللي خرج على قواعد اللعبة واللي خرج على المنظومة اللي تنظم الحياة السياسية والتزم بغيرها هذا بتبع الحالم شايفي فيه أخرى وعليه أن يعود لاثنية اللي تخليه قادر على معالجة مشاكل البلاد في غيري هات نجم تقصي نجم تقول أنا بش نقصي هؤلاء ومانيش بش ندمجهم وماش بش هرقهم في الحوار لكن هذا في حل حقيقي لمشاكل تونس ما نقدرش ولا أقدر أن المعارضة التونسية بش تسكت وبش تخلي معناها الدورة متاحها التاريخي اللي هو في الاحتكام للمرجعية الدستورية وفي احترام الدستور وفي احترام القوانين فساد في علاقة بما تسميه ربما احتكار في علاقة بما تسميه ربما أعمال خارج القانون تحاكمهم بالقانون تلتزم أي معناها معناها التزام 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 في المرجعية القانونية اليومش قاعدين نشوفه نحن قاعدين نشوفه حتى الإطار القانوني العدل والعدالة اللي رفعت كشعارات اليوم يقع التعدي عليها بحل مجسع القضاء وبتنصيب هيئة قضائية ما عادش توفه رثيقة للمتخاصمين في الحياة السيسية حتى في الموضوع اللي يتحدث فيه صديقي ابراهيم اللي يتحدث يقول في المنجزات احنا الفرق بين ما قبل 24 وما بعد 25 نعود ونقول أنه الفرق في الشفافية قبل 24 كانت فما بيانات تصدر فيما يتعلق بالكوفيد وفيما يتعلق بعدد الذين سقطوا من جراء معناها الأزمة الصحية العالمية لمست العالم الكل مش فقط تونس ولكن بعد 25 جويل خلينا نقول لك عدد الذين معناها سقطوا معناها من جراء هذه الجائحة العالمية والجائحة الصحية كبير ولكن ما كانش فما مكاشفة للتونسة ما كانش فما حديث ما كانش فما وسائل وسائل عليه للتلقيح جاءت متأكرة في كل الحالات بقطع نظرة على الجوانب المتعلقة بالاستفادة من المخزون متع تلقيح اللي كان موجود ولذلك صديقي أنا نقول رك تنجم تكون معناها عندك انتقادات ولكن الانتقادات هذه ينبغي أن تكون في إطارها الموضوعي النسبي باش نجم معناها نقدم باش نجم نلقاه معناها حلول لمشاكل تونس أنا باون توضيح صغير نحكي على استقوال بالخارج فيما يخص بعض الدعوات التي وجهت الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات الاقتصادية وحتى الصحية والطبية على تونس وهذا لا يغطفر المصمودي شوف المصمودي يمثل نفسه والمصمودي من يش عارف في علاقة بهذا الموضوع عدية يتكلم ولكن أنا أكد لك المواقف الرسمية لحركة النهضة في علاقة بهذا الموضوع لا يمكن أن تستقوي بالأجنبي على حساب مصالح تونس وعلى حساب مصالح شعبه رأوا كان جاء القرار الرأي هذا حتى مواطن من روسيا ولا من نيجيريا مرفو كانت تنجم حركة النهضة تخرج بأي فما بالك بشخص نعرفوه الناس لكل حركة النهضة من الثمانينات ليس من اليوم نعرفوه بالقرار يا رضوان المصمودي ما أنا جينيش مع المطرة الأخير شوف المشكلة الأخرى هو حركة النهضة رايشة القنوشي هنا هو الرئيس التونسي من 2011 لليوم اللي علاقتكم به كانت به علاقتكم بورقيبة نعرفوها كيفاش علاقتكم بمرزوخي كيفاش وفات نعرفو علاقتكم بالباجي كيفاش وفات وهي علاقتكم بقيس سعيد هذا كل خمسة رؤساء غالطين ورئيسكم انتم هو ديما الذي لا يطال الشك معناها ولا الريبة من 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 لسال هذه المسألة مزالة ثانية شو كيفاش نوصفوه والوضع الحالي وعليش هو خطير وخطير جدا معركة بين شخصين راشد الغنوشي قيل سعيد واختاك مك اللغة الأخرى كلها طيش عليك وهي تنعكو في الصحيح المشكل بين في عملية سبر الأراء الأكثر مقروح راشد الغنوشي والأكثر شعبية قيل سعيد لكن في الواقع لأن القامة دي تعنيش حاجة كبيرة في الواقع بين رئيس دولة صفر دعم سياسي باختيار هو اختار باش يكون صفر دعم سياسي اليوم حزام السياسي مختلف معناها لا شيء واختي 25 جويل حبت الحزاب الكل تتف حوله وتزنع منه قوة سياسية كتلة كبيرة هو رفض بعد تسعة شهر اليوم لقى روحه صفر دعم سياسي وهذاك عليش شفنا البارح حتى المسيرة كانت فاشلة وفاشلة كبير الآخر زادة راجد الغنوشي صفر دعم سياسي برغما عن أنفه الحزاب اليوم تعتبر حركة النهضة معرها ما تحب تظهر معها ولا تتصور معها الاتحاد موقفه كان واضح وعلى ذلك فقص يعني المعركة ولت شخصية بين خيس سعيد وراشد الغنوشي هذاك عليش هنا في البداية قتلك قد يكون جزء من الحل يخرج راجد الغنوشي بعد 40 سنة من ترأس النهضة و10 سنين من ترأس غير مباشر لتونس ويقول لمصلحة البلاد والعباد أعلنوا انسحابي من الحياة السياسية واعتكافي في بيتي وقتها ربما ينجم حتى الرئيس قيس سعيد يتحط في موقع محرج لأنه لاريزون ذاتر متاعك يسيدي هاو نسحب ومشي على روحه آما توا في إطار السراع على الكعكة كعكة الحكم ليه تقول لديمقراطية وليه مؤسسات وليه منجزات هذا كله اللي يسمعوا فينا يضحكوا دونك ما نعاودوش نزيدوا نعاودوهولو عركة على النفوذ راجد الغنوش نهار 25 جويل يخسر كل النفوذ 26 جويل كل النفوذ أصبح عن طقاء صعيد أحنا في قلب الرحا في المعركة هذه المعركة هذه ما توفى إلا بانسحاب أحدهما أحدهما قائل صعيد وقل لك عندي شرعية انتخابية ثم أنا اليوم في الحكم خذيت المخاطرة خاتبت 25 جويل كانت نجم لقدرها ما تفشل كان الثمان بشاتفه قائل صعيد وحده قل لك كان جاء غامرتو والذى تذهب للجسور دونك اليوم فماش حال يخرج الغنوشي يعلن انسحابه وكفات وانسشر هات اختلا يستقيم الأمر لو كان الخلاف كان ذو طبيعة الشخصية فقط ولا يقوله صحيح أما اليوم شوف الخلاف جوهري مش فقط بين الغنوشي وقيس سعيد الخلاف جوهري اليوم بين طبقة سياسية واسعة مع مشروع الرئيس واليوم الرئيس في كل الإجراءات اللي يتخذها ما ينجم ش يكون محل تأييد ومحل مساندة هذا الرئيس اللي ألغى الدستور جاب دستور معناه أقسم عليه وأقسم على احترام الأحكام من المتاعه ثم ألقى به وراء ظهره هذا الرئيس اللي جاء لمؤسسات موجودة مؤسسات منتخبة وجمدها في البداية ثم حلها فيما بعد كما مجلس سنوب الشعب على علاته على ما يمكن أن يوصف به هذه المؤسسة هو مؤسسة منتخبة من قبل الشعب تجي فما هيئات أخرى تم حلها بغير وجه حق وبغير وجه قانوني وبغير وجه دستوري كذا موضع الخليف اليوم لو كان الرئيس ما عملش هالقضايا هذه كان ينجم يكون الخليف محدود ولكن توسية هوة الخليف واللي ما نعتبره شيئا ذات طبيعة الشخصية كما وصفتها لطفي وإنما هي في علاقة بما انتهجه الرئيس من انقلاب واضح على الدستور وعلى الديمقراطية ومن غياب واضح لمشروع ممكن يحل مشاكل التوانسة دعوات الحوار لطفي خليني نذكرك رأي كانت فما دعوات للحوار قبل 25 جولية نفسه ولكن الرئيس لم يتلقى هذه الدعوات للحوار ممشيش للدائرة من أجل إيجاد حلول ومن أجل ربما تجسير لهو مع خصومه ومع المخالفيه السياسيين ولذلك أنا تقديري أنه الخلاف ماهوش ذو طبيعة شخصية والدليل لذلك اليوم وقت نشوفه الأحزاب السياسية وقت نشوفه حتى الأصدقاء متى قيس نفسه معناها نلقوهم في الخط الآخر وفي المعارضة لمشروع قيس يبين أنه المشروع اللي جاء به الرئيس ماهوش محل توافق ماهوش محل قبول وإنما هو محل انتقاد ومحل ومعارضة وليذلك الغنوشي عنده مشاكل مع كل الرؤسال يحكم تونس دانك ظهر الراجل يستبط أنهو شخصية الرئيس وما يحملش واحد آخر السياسة بطبعها هي دائرة لإدارة الخلافات والغنوشي كانت عنده مشكلة مع برقيبة في بعض جوانب حكم برقيبة وخاصة في الجانب اللي عارضوا فيه أيضا المعارضة التاريخية التونسية الوطنية لبرقيبة ومشروعه خاصة في قضية النظام السياسي المحكوم بالحزب الواحد وبالرأي الواحد والرئاسة مدى الحياة وغيرها ما نقعد معناها نعدد ربما في الجوانب السلبية في حكم الرئيس الراحل برقيبة ولا في نفس الوقت المعارضة لليزين العبدين بن علي في حكمه في حكم الطفرة معناها الفترة النوفمبرية هذه ما هاش معارضة شخصية لهؤلاء وانما هي معارضة لمشاريعهم وكان هذا يعتبر شرف وهذا يعتبر لأن مرزوقي ما كانش عنده مشكلة مع الغنوشي بالعكس ولا حتى الباجي رحمه الله ما كانش عنده مشكلة مع الغنوشي بل بالعكس الفترة بين الباجي والغنوشي كانت تبنى فيها توافق لحماية المشروع الديموقراطي على كل كان فما خلاف كان فما خلاف كان فما خلاف في أواخر حكم الرئيس المعارضة احنا هنا اولا فما وازين قوة عندك رجل متمترس في كرتاش عنده جميع الصلوحيات وهو يرتكز على القوة السلبة في البلاد وما عندك شمعارضة عندك معارضات فما هذي المعارضة اللي تعملوا فاها انتم واليقود فيها هذي هيئة الاصلاح هذي اجابة الخلاص الوطن اللي قود فيها سيد نجيب الشاب فها نفس الوجوه ومن وراها النهضة تدفع فيها عندك الطيار الديموقراطي وعندك طرف اللي موجود في الوسط اللي هو الحزب الدول السوري الحر ربما خاصة بالنسبة للطرفين الثانيين اللي هما في وقتا ما نهار 25 جويل ما قالوش السيد الرئيس الجمهوري قال رقصوا ولكن ما عادت استحلاوك 25 جويل اللي انه خلصهم من فترة اللي هما كانوا من اكبر معارضيهم منتقدين فيها ولو البعض منهم كان فيها ولكن هما تول لو ينتقدوا المسار هذا ما فميش تقات وعات ما فميش لقاية ميناتكم وفم الطرف الاهم نعتبروه اللي الناس كلها تنتظر فيه والاتحاد عام تونسي للشغل اللي هو يقول لك هل جبها بتاع الخلاص ومن ورائها واللي في وسطها احنا بالنسبة لنا ما نعطرفوش بها وربما قد يقود يعني مسار اخر موازي لجميع المسارات الاخر ومتلقوش منفسكم فيه على كل ساعة خليني نوصف ان حكم التغلب برو عمرو ميدون تنجم انت تعتمدل الادوات صلبة كما تفضلت هكذا جربتوه انت لا لا ما جربناش حكم التغلب ما فماش تجربها للنهضة في البرلمان لا لا البرلمان لما اعتمدش في البرلمان لم تدر نهضة مع عركتها او معناها خصوماتها مع الأطراف سياسية بالاستناد للقوى الصلبة انت حكيت على رئيس الجمهورية قلت الان ليس له الا الادوات الصلبة وادوات صلبة للدولة ادوات صلبة للدولة نحن نرى انها ينبغي ان تقوم بدورها الجمهوري متحيجها ليه وتبقى محافظة على الجمهورية لانه في عدم المحافظة على الجمهورية المزيد من زج البلاد معناها فثنية الغالطة وفثنية اللي ما فياش مصلحة للتوانسة ولكن خليني نقول لك رو حكم التغلب لا يمكن ان يكون ولا يمكن ان يدو واليوم اذا كان فما معارضات موجودة لقيس وللرئيس فهي معارضات قائمة على مشروعه واضح ان المشروع المتقيس ما هوش قاعد يجمع في التوانسة ما هوش قاعد يحل في مشاكل التوانسة وعليه ان ينصت رئيس اذا كان الدائرة الواسعة متاعه معناها هي من المعارضة واذا كان الناس من حوله قاعدين ينفضوا واذا كان الدائرة متاعه وقاعدة من حوله الضيق فعليه ان ينصت لصوت الشعب ولصوت الشارع وعليه أيضا أن ينصد لصوت خصومه ولصوت معارضيه من أجل إيجاد مشاكل للبلاد عنده مسؤولية بمقتضى الدستور وبمقتضى أيضا القصمة متاعه وبمقتضى الموقع متاعه اللي هو في رئاسة الجمهورية عنده مسؤولية والذلك الثنية في الاتجاه الخاطئ معناها سيتحمل مسؤوليته ما ذا لو تمسك رئيس الجمهوري بعدم تشريك بعدم تشريك حركة النظر في الحوار على كل ينجم يعمل رئيس إذا كان بالمنطقة متاع الغلبة وبالمنطقة الإقصائي نجم يعمل اللي يحبه ولكن نحن متأكدين أن أثنية هذه لن تكون معناها في الاتجاه الصحيح وسنتمسك بحقنا الدستوري وحقنا القانوني في المعارضة وفي دعم كل جهود القوى الوطنية والمدنية والمنظمات الاجتماعية في استعادة الديمقراطية وفي استعادة الحياة الدستورية حددتوا موقفكم من الاستحققات القادمة استفتاء وانتي خبرت لا هذا الاستفتاء والمحطة الانتخابات بهيئة للانتخابات يعينها الرئيس هذه لا يمكن أن تنتج لا انتخابات حرة ولا انتخابات شفافة ولذلك نعتبرها أول حاجة أجندة مفرضة مسقطة ما تمشي الحوار فيها وهي من خارج الدستور ومن خارج المرجعية الدستورية وستدار بهيئة مشكوك في استقلاليتها وانما هيئة الرئيس قيسة سعيدة التي سيعين رئيسها وسيعين أعضاءها ولا يمكن لهذه الهيئة تشرف على انتخابات مستقلة وشفافة ما علقتوش على تسريبات نديعكيش رئيس الديوان الرئيسي الأسفق ما تعليقناه ما تعليقناه ما موقفكم والله ما تعليقناه ما تعليقناه التعليق الوحيد الذي نقولوه المجلس نواب الشعب وقلي كانت فيه مشاكل كانت المشاكل لديها تحت الشمس وكل الخلافات التي وقع تسليط الضوء عليها كانت تحت الشمس وتتعدى في اللايف وتتعدى تحت وسائل الإعلام ولكن هنا رينا اليوم القصر شو المشاكل متاعه وكيف يدار وهنا رينا حتى اختيارات رئيس الدولة فيما يتعلق بالشخصيات اللي قربها واللي أدارت معه الفترة متاع الحكم متاعه لمدة ثلاثة سنوات هذه الشخصيات الكلة ابتعدت عن الرئيس وخرجت في استقالات بما فيها المديرة الديوان متاعه ولذلك اليوم فما مشكل حقيقي فيما يتعلق بأداء الرئيس وقدرته على اختيار الشخصيات القريبة ليه وعلى اختيار الشخصيات التي تدير دفة الحكم ولننسى أن الرئيس في هالفترة متاع المنظام متاعه متاع 2019 إلى الآن هو من اختار الحكومتين اللي أدارت الفترة ما بين 2019 و2021 فخفاخو نمشيش لأنا حبيت نخذ رأيه ومعناها في سيناريو أنه ربما انتخابات القادمة إذا تقطحنا هذا نلقاه حزب جديد حزب السيد عبدالطيف المكي حاضر كتمثيل لإسلام السياسي في تومس لكل طرف مسؤول على الاختيارات المتاع وإذا كان ساعد اختار أنه بشيشارك في انتخابات مشكوك في الشرعية متاعها ومشكوك في مرجعيتها الدستورية والقانونية ومشكوك في الهيئة التي ستشرف عليها هو حر في ذلك ولكن النظر تبعيح الحال هذه معناها شروطها وهذه معناها رؤيتها وهذه مقاربتها في معالجة الأوضاع شكرا لك أستاذ عمد لخبيرنا تقرس باسم حركة النهضة شكرا لكل الفريق التقني شكرا لك شكرا إبراهيم شهية طيبة في لما